اشتركوا في القناة التي نراها على الجانب العيسر هي صديقة مقربة منه وهي الرسامة بيرث موريسو دكتور هاريس اشعر ان موضوع هذه اللوحة يدور حول درجات اللون الاخضر والاسود والذي يتجلى في لون مصرعي النافذة الخضراء ولون الدربزين الخضراء وبيض لباسهن ان الوان هذه اللوحة جذابة دكتور زاكر قد يدور موضوع هذه اللوحة حول دراسة الالوان دكتور هاريس كما نتوقع ان تكون هذه اللوحة للفنان منه الذي يهتم برسم مظاهر الحياة الحديثة الحضارية رغم انه لم يصور المدينة في هذه اللوحة ولكن تم الاشارة لها ضمنيا بوسيطة هذه الشخصيات التي تبدو انها من الطبقة العليا فكما ترى يبدو هذا الرجل كان متسكعا ومن الواضح ان السيدتين من الطبقة العليا لذا يشعر الناظر بوجود نوعا ما من وقت الفراغ لدى هؤلاء الناس يقضونها على الشرفات بالنظر الى الشوارع المارة بها كما تظروا هذه اللوحة نوعا ما من العزلة فبينما يتأملها اولى سير الحياة في الخارج الا انهم لا يتفاعلون مع اي احد ويحتفظون بعزلتهم دكتور زاكر كما انهم لا يتفاعلون مع الحياة خارج الدرابزين لذا اعتقدوا ان الشعور بالعزلة الذي تعكس هذه اللوحة مهم جدا حيث تتمحر هذه حول اشكال مختلفة من العزلة لكن ما جذب انتباهي هنا هو وضعية وقوف هذا الفنان وكيف انه ينظر للاعلى قليلا وانظر الى عيني موريسو ويجدر التذكير ان موريسو في هذه الحالة تعبر عن رؤيتها الفنية دكتور هاريس كفنانة انكار السامة دكتور زاكر لكن تختلف عيناها عن اعين الاخرين في اللوحة حيث تبدوان اكثر تركيزا دكتور هاريس اجل لقد اضف الفنان عليها حسا من الوعي يميز عن الشخص الاخرى في اللوحة دكتور زاكر وقد جذب انتباهي ايضا هذا الفراغ وذلك لانه بنان على هندسة البيوت التقليدية في عصر الامبراطورية الثانية شكلت الشرفة جزءا من المنزل ولكنها غالبا ما تكون ضيقة جدا ويتضح ضيق هذه الشرفة هنا فلا يوجد الا مساحة صغيرة تكفي لنبات الكوبيه التي رسمت حقا بشكل رائع وكما ذكرت سابقا تبدو كافة مظاهر هذه اللوحة حديثة وعصرية فعلى سبيل المثال هنا كمزهرية من الخزافي في الاسفل يتدخل اللون الازرق لكل من المزهرية ونبتة الكوبيه مع اللون الاخضر بشكل دقيق وجميل لغاية اذا يمكن القول ان موضوع هذه اللوحة يدور حول العزلة في الحياة الحضارية دكتور هاريس وكما تعلم تحمل كلمة العزلة دلالة سلبية ولكن اعتقد انها في بعض الاحيان لا تشير الى امر سلبي ففي بعض الاحيان قد تكون الانفراد والوحدانية والبعد عن المجتمع احد خصائص الحياة العصرية وخاصة ان الذاتية قد تصورت في اوغير القرنية التاسع عشر وينطبق هذا الامر على نظرة موريسو الفردية دكتور زاكر ويتجلى ذلك الحس في امور اخرى فالذاتية هنا لا تتمثل كون كل فرد هنا ينظر باتجاهه ومنشغل التفكير في شؤون الحياة العصرية ولكنها تكون في اوجه اكثر وضوحا مثل مضلة الخضراء التي تحملها المرأة والتي تشكل خطا مائلا ايما والمروحات الورقية بنية اللون التي تحملها موريسو وتشكل خطا مائلا ايسر اضافة الى ربطة العنق العمودية والتي تبدو انها تتحرك بشكل عمودي بالاتجاه الايسر دكتور هيريس يبدو كل شيء وانه يتحرك بطريقة او باخرى دكتور زاكر ولكنه يتحرك كلا على حدة دكتور هيريس هذا صحيح دكتور زاكر يدور موضوع هذه اللوحة حول حداثة والعصرية فلم يهدي بالفنان الى توضيح مدى اناقة هؤلاء الناس ولكنه اراد التعبير عن اسروب حياة الطبقة البرجوازية اشتركوا في القناة